ارتفعت حصيلة قتل الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ إلى 73 شخصا حيث تمت السيطر على الحريق وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة وأخلي المبنى فيما لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية كما أصيب العشرات حيث تم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفيات محلية على ما أوضح الناطق باسم جهاز الطوارئ هذا وأفاد المسؤول الحكومي بأن المبنى يقع في حي فقير فيما كان يشكل في السابق منطقة أعمال في المركز الاقتصادي بجنوب أفريقيا